شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا يدور حول عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وقلنا إن هذا الموضوع من أمهات المسائل الاعتقادية وتترتب عليه آثار كبيرة في الفكر والموقف والعمل وسردنا مجموعة من الملاحظات التمهيدية بعد هذه الملاحظات ندخل بإذن الله تعالى في صلب الموضوع ونتحدث عن عصمة أهل البيت ضمن نقاط النقطة الأولى مفهوم العصمة النقطة الثانية مبدأ ظهور فكرة عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم من الذنوب النقطة الثالثة مبادئ العصمة من الذنوب نتطرق في هذه الليلة بإذن الله تعالى إلى هذه النقاط الثلاث وندع بقية النقاط إلى حديث قادم النقطة الأولى مفهوم العصمة العصمة من الناحية اللغوية تعني الحفظ وتعني المنع وتعني الوقاية في اللغة العربية تقول إن الله تعالى عصم فلانا من المكروح عصمه يعني حفظه ومنعه ووقاح في أصلاح علماء الكلام العصمة قوة أو ملكة تحفظ صاحبها عن اقتراف الذنب أو الوقوع في الخطأ الفرد المعصوم هو الذي لا يذنب وهو الذي لا يخطئ هناك فرق بين مفهوم الذنب ومفهوم الخطأ ما هو الفرق؟ الذنب يعني المخالفة العمدية للمولا المولى تعالى أمر ونهى إذا واحد عالما عامدا يعني على اصطلاح الأصوليين عالما بالكبرى وعالما بالصهرى اقتحم هذا الاقتحام في مخالفة المولى اقتحاما عمديا يطلق عليه الذنب وتطلق عليه المعصي ولكن قد لا يكون العمل معصية ولكن يكون خطأا إذا واحد قتل مؤمنا خطأا ذهب إلى الصحراء ورأى صيدا فرما بعدين عندما اجي إذا واحد اشتباها صلى صلاة المغرب أربع ركعات هذا الذنب لا هذه معصية لا لعدم وجود التعمد في هذا العمل ولكنه يعتبر خطأا فإذا الإنسان المعصوم هو الإنسان الذي لا يعصي ولا يخطئ لا يذنب لا كبير ولا صغير لا في بداية حياته ولا في نهاية حياته ولا يخطئ خطأ ما يخطئ النبي صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الصبح ثلاث ركعات خطأا أو ركع واحد خطأا لا لا يفعل ذلك إذا كان معصوما فهو لا يفعل ذلك هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية مبدأ يعني منشأ ظهور فكرة عصمة أهل البيت من الذنوب بعض الغربيين وهذه قضية خطيرة ولا تقتصر هذه القضية الخطيرة على هذا المجال وإنما تتعداه إلى مجالات متعددة وبالذات احنا الآن نعيش معترك عقائدي هذا المعترك العقائدي دخل في كل بيت وفي كل غرف بعض الغربيين عندهم منطلق هذا المنطلق له نوع من العمومية والمؤسف أن بعض الجاهلين أو المتجاهلين التقطوا هذه الفكرة من الغربيين وحاولوا أن يطبقوا هذه الفكرة على مواقع متعددة هؤلاء يعتقدون أن فكرة العصمة عصمة أهل البيت صناعة كلامية شيعية أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يمثلون خطا الحكام الظالمون الذي يطلق عليهم خطأ الخلفاء ولم يكونوا خلفاء هؤلاء كانوا يمثلون خطا آخر خطان لا يلتقيان أتباع أهل البيت علماء أتباع أهل البيت في هذا التحدي التاريخي الممتد وعلى مرور الأيام اضطروا على أثر هذا التحدي إلى صناعته دققوا في هذه الكلمة التي يقولها علماء الغرب إلى صناعة بعض الأفكار الكلامية اخترعوها اختلقوها لماذا؟ لمواجهة هذا التحدي ومع الأسف بعض الجاهلين أو المتجاهلين التقطوا هذه الفكرة وطبقوها على موضوعات عقائدية متعددة خطيرة ومن جملة هذه الموضوعات موضوع الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح اللي هذا يحتاج إلى بحث مستقل الشيعة أتباع أهل البيت علماء أتباع أهل البيت تقوية لهذا الخط اختلقوا فكرة العصمة في المراحل التاريخية المتأخرة إذن مبدأ نشوء هذه الفكرة علم الكلام الشيعي هذا بعض العلماء الغربيين ذكروا هذا المطلب في كتبهم حول عقائد الشيعة الحقيقة المستشرقون كثير منهم منطلقاتهم في التحليل منطلقات مشبوهة منطلقاتهم ليست منطلقات موضوعية نحن نستطيع أن نقول بكل قوة إن فكرة العصمة فكرة إسلامية وقرآني وهذه الفكرة مطروحة في القرآن الكريم لم تنشأ هذه الفكرة في العهود المتأخرة هذه الفكرة مطروحة في القرآن الكريم ومطروحة أيضا في أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا كان الصناعة كلامية لوجب أن تختلق أن تصطنع في العهود المتأخرة فكيف جاءت في القرآن الكريم أنا أذكر لكم نموذجين إن شاء الله النماذج مستوفات سوف تذكر فيما بعد ولكن أذكر لكم نموذجين نموذج من القرآن الكريم ونموذج من أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي تشير إلى هذه الفكرة بنحو من الأنحاء القرآن الكريم يقول حول الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون أليست هذه فكرة العصمة في بعدها الأول إذن القرآن الكريم يقول لنا بأن الملائكة بأن هناك خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى هؤلاء معصوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون القرآن الكريم نذكر هذا النموذج وندع شرحه لحديث آخر الله تعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أليست هذه هي العصمة فإذن هذه الفكرة هذه العقيدة عقيدة قرآني وردت في القرآن الكريم نأتي إلى النموذج الثاني النموذج الثاني أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا نريد الآن أن نستدل بالأحاديث التي رواها أتباع أهل البيت وإنما نريد أن نذكر نموذجا من النماذج التي رواها الآخرون وصححوها وفق مبانيهم الدرائية والرجالية أنا أذكر حديثا واحدا رواه الحاكم وهو من كبار علماء السن في كتابه المستدرك في المجلد الثالث صفحة مية واربعة وعشرين وصححه قال هذا حديث صحيح الإسناد راجعوا بقية كلامه في المستدرك الذهب الذهبي الذي هو من كبار نقادهم وما جاءت فضيلة لأهل البيت إلا وحاول أن يضعفها الذهبي يقول هذا الحديث حديث صحيح روى الحاكم في المستدرك عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال كنت مع علي رضي الله عنه أتقيد بالعبارة المذكورة في المستدرك يوم الجمل فلما رأيت فلانة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس فلانة الفتنة عندما تأتي على ما أتذكر أمير المؤمنين صلى الله عليه له كلم اللطيفة جدا في الفتنة ومن روائع كلماته صلى الله عليه يقول الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت تحدث فتنة نوع من الفتن الاجتماعي الكل الكل يدوخون مو معلوم الحق وين الباطل وين الباطل ما يكتب على جبهة أنه باطل يتخفى وراء أقنعه هذه الانقلابات التي حدثت في العراق قديما تدرون كم من المتدينين انخدعوا بها ليش انقلاب من الذي قام بهذا الانقلاب اسم لامع تنسج حوله أكاذيب قضايا وإذا به يتحول في أنظار بعض المتدينين إلى ولي من أولياء الله هذا يصلي صلاة الليل ما تفوت في يوم من الأيام الفتنة وإذا أقبلت شبعت مهم الفرد أن ينتبه عند إقبال الفتنة وإذا أدبرت الانقلاب انتهى والحاكم ظبيع عجيب تتبين الحقائق فلانة هذه التي تحمل هذا الاسم اللامع تقود حرب الجمال طلحة طلحة صحابي كبير الزبير صحابي عظيم هؤلاء يقودون الجبهة المضادة الزبير هوايا مهم سيف طالما كشف الكرب عوجه رسول الله صلى الله عليه وآله مو شخصية عادية فلما رأيت فلانة واقفتان المرأة دخلني بعض ما يدخل الناس فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر الله تعالى ما يخلي الحق غامض حق واضح بس أكو حول شبهات واحد ما لازم بهذه الشبهات يضيع الحق الله موجود لو مو موجود واضح الله موجود أكو واحد يشك الله موجود بس حول هذه القضية الواضحة أكو شبهات النفوس المريضة هذا دققوا في حياتكم لتروحون حول الشبهات حتى إذا شبه ما تمكنت أن تحلونها أن تحلوها حول موضوع واضح واضح الله موجود ما يمكن يشك الآن فلان قضية لماذا تحدث الزلازل في فلان مكان ما أدري منتهى القضية لتخرب هذه العقيدة الواضحة عندك علي ابن أبي طالب واضح لا يشك فيه الآن شبهة أكو فلان واقف أمامه لتنظر إلى هذه الشبهة هذه قضية مهمة وإلا إذا إذا واحد يريد يلاحظ الشبهات حتى أوضح الواضحات تقع محلة التشكيك ما لا يشك حقيقة ما حولها شبهات لا تروحون وراء الشبهات قدرتوا تحلوني الشبهة حلوها إذا ما قدرتوا تمسكوا بالثوابت والواضحات ابن سينا أو واحد من الأفراد كان قاعد ويه تلميذ على ماء النهار جاب لعدة أدلة اللي ما كوا ماء بالنهار أدلة برهانية محكمة قال شونه تقول التلميذ خلي إيده بالماء وطلع قال هذا وجداني يقول ما يأكو بالنهار ما أقدر أرد شبهاتك بس وجداني هو الحاكم الآن أنا يمكن أجيب لكم عشر أدلة اللي الآن مولي تقتنعون بهذه الشبهات السوفستائيين يجيبو لكم ميت دليل اللي أنتو مو موجودين إذا الآن سوفستائي إجاكم ميت دليل جاب لكم اللي أنتو مو موجودين تقتنعون بذلك أبدا تمسكوا بالثوابت هذا خط عام يجب أن يكون في حياتنا فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر فقاتلت مع أمير المؤمنين ويا ضد الجبهة الأخرى التي تقودها فلانة وطلحة والزبير فلما فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أم سلمة فقلت إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا ولكني مولى لأبي ذار أنا ما أطلب شيء مادي ولكن عندي سؤال فقالت مرحبا أو عندي قضية أريد أن أطرحها فقصصت عليها قصتي فقالت أين كنت حين طارت القلوب مطائرها قلت إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس قالت قم سلمة أحسنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرق حتى يرد علي الحوض القرآن معصوم أو لا بل قرآن قطع كلنا نعتقد أنه معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالقرآن معصوم إذا كان علي مع القرآن وكان القرآن مع علي المعي الطرفينية وَلَنْ لَنْ 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 يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوضَّ لَنْ يَتَفَرَّقَ لَنْ تُفِيدُ كَمَا يَقُول أُدَبَاء اللَّغَ العَرَبِيَّ تَأْبِيدَ النَّفِي شنو معناه هذا معناه العصمة يعني علي لا يمكن أن يذنب كما أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنص القرآن الكريم فعلي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكل موقف وقفه كل كلمة قالها هي الحق هذا معنى العصمة في بعدها الأول هذا أيضا اختراع الشيعي هذه أيضا صناعة كلامية شيعية هذا حديث النبي الأعظم في اليوم الأول لا ترتبط بالتحدي الذي قام في العهود المتأخرة وليس كتابا شيعيا فإذن نستطيع أن نقول أن فكرة عصمة أهل البيت أو العصم بشكل عام هي فكرة قرآنية احتوى عليها القرآن الكريم وذكرتها أحاديث أهل البيت الصحيحة عند علماء العام النقطة الثالثة ونختم بها الحديث وندع بقية النقاط لبحث آخر إن شاء الله ما هو مبدأ ملكة العصمة العصمة عن الذنب كلامنا في هذا البعد في آخر نقطة من هذا الحديث إن شاء الله نتحدث حول البعد الثاني وهي العصمة عن الخطأ ذاك له بحث آخر ما هو مبدأ العصمة عن الذنوب السيد عبد الله شبر رحمة الله عليه في كتابه القيم الوالد رحمه الله كان يوصي جميع طلاب العلوم الدينية بمطالعة هذا الكتاب أو مباحثة هذا الكتاب جيد واحد يتباحث هذا الكتاب أو يطالعه أو ما يعادله في المستوى عند كلام نحن نريد أن نستفيد من هذا الكلام للإجابة على هذا السؤال الذي طرحنا يقول والعصمة في صفحة 135 من هذه الطبعة عبارة عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب وليس معنى العصمة أن الله يجبره على ترك المعصية بل يفعل به ألطافا يترك معها المعصية باختياره مع قدرته عليها كقوة العقل وكمال الفطانة والذكاء ونهاية صفاء النفس وكمال الاعتناء بطاعة الله تعالى نريد أن ننطلق من هذا الكلام الذي قاله السيد الشبار رحمه الله لننطلق إلى أنه يمكن أن نقول العصمة لها مبدآن ولعل لها مبادئ أخرى أيضا وهذان المبدآن يتدخلان في صناعة كثير من الأمور المبدآن المبدأ الأول هو المبدأ الإدراكي والمبدأ الثاني هو المبدأ النفسي نحن مواقفنا في الحياة أعمالنا نتيج اختلاط هذين المبدأين أو هذان المبدآن من العوامل المهمة المؤثرة في صناعة كثير من مواقفنا في الحياة اختلاط هذين المبدأين امتزاج هذين المبدأين نسبة وجود هذين المبدأين نسبة اختلاطهما أحدهما مع الآخر مؤثرة في نوعية المواقف الذي يذنب والذي لا يذنب ما الفرق فيما بينهما ليش واحد يذنب ليش واحد ما يذنب ليش احنا في بعض الحالات نتحول إلى أولياء لله تعالى ربما بعضنا وفي بعض الأحيان والعياذ بالله يمكن بعض الأفراد يتحول إلى ولي من أولياء الشياطين ليش ليش واحد طول عمره لا يذنب كما ينقل حول الشريف المرتضى ليش واحد طول عمره لا يفكر في الزنب لا يفكر في الزنب كما نقل في أحوال الشريف الرضي جامع ناجي البلاء ليش واحد وهو طفل صغير عندما يغتاب مؤمن في محفل يخرج باكي طفل ما عنده تكليف لم يتوجه إليه الخطاب لم يوضع عليه القلام يخرج باكيا وعندما يقال له لماذا تخرج باكيا يقول له كيف أجلس في مجلس يعصى فيه الله سبحانه وتعالى هذه القضية تنقل عن بحر العلوم رحمة الله عليه هذه الحالات هذه المواقف تابعة لهذين المبدأين يعني المنبعين المصدرين المبدأ الأول المبدأ الإدراك إدراك علم شعور الإدراك كل شمع أذكر لكم مثال بدوي جاهل جاي من البادية أمام ماء النهر إن قل لهذا ماء النهر ملوث هذا في مكروبات هذا بخطر الوباء الطاعون هذا البدوي الجاهل ما يفتهم معنى المكروب يقول له أكفد موجودات صغيرة في هذا الماء لا ترى بالعين المجردة لا تشرب هذا الماء وين يمكن يضحك على هذا المنطق ولكن العالم عندما يضع هذا الماء تحت المجهر يشوف هذه الكائنات المكروبات الصغيرة يدري شرب هذا الماء قاتل خطير يشرب أبدا العلم مؤثر كيف ننظر إلى المعصية كيف ننظر إلى الزنب الكذبة التي يكذبها الفارد ما هي كلمة تطير في الهواء وتنتهي هي تشلمة يقولون تشلمة هذا هو الكذب أو الغيبة أو لا الأولياء أئمة أهل البي صلوات الله عليه كشف لهم عن الواقع يلاحظون الواقع الطعام الحرام يمكن يكون أمامنا الطعام عادي ولكن عند الأعين التي ترى عالم الملكوت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يشوف الملكوت في رواية معتبر أنه نظر إلى السماء فرأى ما فوق العرش مو إلى العرش ما فوق العرش وكشطت له الأرض هذا الذي يرى ملكوت السماوات والأرض هذا غير واحد محجوب واحد أعمى واحد لا يرى هذه القضية يمكن قديما نقلتها لكم في بعد آخر نقلها لي الشيخ إبراهيم الحائري رحمه الله قال واحد من الأولياء ذهب إلى مكان الكل ناموا كلهم ناموا واحد منهم قام شوفوا هذا قاعد الثاني قام بعد هذا قاعد قالوا له لماذا لا تنام قال فكشف لهم عن الواقع قال كيف أنام انظروا إلى ما حولنا كل ما حولنا يقض يذكر الله هذا الجدار يذكر الله هذه الشجرة تذكر الله كيف أنام وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون هاي تفقهون لا تفقهون تسبيحا إحنا الآن إذا كشف لنا الغطاء شفنا هذا الجدار يسبح الله الشجرة الفرش كل ما حولنا يتمكن النام أنتوا إذا رحتوا إلى مسجد جمكران شفتوا كل من حولكم يبكي يتضرع يركع يسجد تقدرون تناموا ما يتمكن ينام إلا مضطر مضطر بعد واحد عندما يضطر ينهك بعد ينام ما يتمكن ينام يرى الواقع يرى واقع المعصية يرى الملك في الرواية المعتبرة أن هذا الكشف للملكوت الذي كان لإبراهيم كان للنبي الأعظام وكان لأهل البيت صلوات الله عليهم رواية صحيحة يرى الآثار الأخروية واحد إذا شاف كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يشوف هذا العمل يؤدي إلى تلك النتيجة إذا واحد أعمل خلي رجلة على حافة الهاوية ما يشوف ويخلي رجلة الثانية في الهاوية فيسقط أما أنتم اللي تشوفون الهاوية يمكن تخلوا الرجل كون ما يمكن هذا المبدأ المبدأ الإدراكي موجود عند المتقين بمقدار الطعام الحرام يشوف إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون السعير هذا النار إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار يشوف هذا النار طعام ملوث المتقون عندهم نوع مرتبة من هذا المبدأ الإدراكي الأولياء عندهم مرتبة أعلى من هذا المبدأ الإدراكي النبي الأعظم وأهل بيته صلوات الله عليهم في القمة من هذا الإدراك والشعور وانكشاف الملك ألا يكون معصومة ألا يتوق الذن ليش يتوق هذا هو المبدأ الأول باختصار المبدأ الثاني المبدأ النفسي المبدأ النفسي يعني شنو أكو حالات في نفوسنا تختلف شدة وضعفا نجي بعدين إن شاء الله إلى مسألة الجبر والاختيار في بحوث قادمة المبادئ تختلف الآن ليش تختلف هذه المبادئ الحالات النفسية هذا بحث آخر حالة الوفاء حالة الحياء حالة الحب هذه ليست مبادئ إدراكية مبادئ نفسية حالة الأدب أكو بعض الأفراد عدهم حالة الأدب بعض الأفراد ما عدهم هذه الحالة حالة نفسية تختلف الحالات باختلاف هذه الحالات تختلف المواقف وتختلف الأعمال أمير المؤمنين لاحظوا نهج البلاغة رواية عجيبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه آخر نهج البلاغة أو آخره يعني قبل نهاية نهج البلاغة بسطور في قصار الحكام قيل له هل لا غيرت شيبك يا أمير المؤمنين خضاب مستحب لحية أمير المؤمنين كانت بيضاء هل لا غيرت خضابك أو لا لو لا غيرت خضابك يا أمير المؤمنين يبدو في آخر أيام حياته صلوات الله عليه في شرح ابن ميثم أو ميثم البحراني أو الشرح الآخر يقول يظهر أنه كان في أخريات أيام حياته فقال أمير المؤمنين الخضاب زينه ونحن في عزاء عزاء من عزاء رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا الشريف الرضي هكذا يقول ولعله أيضا عزاء سيدة نساء العالمين فاطمة صلى الله عليه بعد كم عام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله متى توفي في العام العاشر من الهجرة أمير المؤمنين صلى الله عليه متى قتل في عام أربعين من الهجرة بعد يمكن ثلاثين عام يقول نحن في عزاء عزاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عزاء الصديقة الكبرى صلوات الله أحد الأخوة قبل أيام قال لي في سؤال سألته ما كان يقول طبعا ولم يقل لي بس ضمن سياق ذكر قال أنا ما أتعطر طيلة محرم وصفر عزاء سيد الشهداء هذه المصيبة العظيمة يتعطر في شهر محرم وصفر أنقل لكم هذه القضية أيضا أحد العلماء يقول قدمت لأستاذي قنينة عطر ففتح القنينة وفكر قليلا ثم أغلقها هذا العالم كان له أستاذ إهوائي كان يعتقد به قال لقد مضى على وفاة أستاذ عامان ونحن في مصيبته ما أتعطر ما أقدر أتعطر يقول هذا التلميذ إلى ستة وثلاثين عام من هذه القضية بعد وفاة أستاذه يقول كلما كنا نقدم له قنينة عطر كان يفكر ثم يغلقها ويضعها في جهة حالة الوفاء بعض الأفراد عدهم وفاء بعض الأفراد ما عدهم وفاء الوفاء مع الله سبحانه وتعالى الحياء من الله الأدب من الله يقولون أحد العلماء ما كان يتكلم بصوت مرتفع صوت مرتفع ما كان يصرخ فقيل له في ذلك قال نحن في محضر الله سبحانه وتعالى هل واحد يصرخ في محضر الله خلاف الهدف نحن نشعر بحضور الله سبحانه وتعالى في حياتنا إذا أبونا الذي نجله نحترمه في الغرفة نصرخ صيح أبدا نتكلم بصوت عادي هذا العالم كان يقول كيف أصرخ وأنا في محضر الله هذا خلاف الأدب أحد العلماء ما كان يمد رجله يقولون كاتبين في أحوال أربعين عام ما مد رجله أظن في أحوال المقدس الأردبيلي أربعين عام كان يقول كيف أمد رجلي في محضر الله سبحانه وتعالى أنتوا أبوكم إذا في الغرفة تمدون رجلكم أمامه أبوكم اللي تعزون تحترمون تمدون أبدا واحد معد ما يفعل هذا العمل العدب حالة العدب هذه حالات نفسية مو حالات إدراكية وحالات شعورية العلم وحده ما يفيد العلم جزء العل الحالات النفسية هي الجزء الآخر من العل إحنا مو فقط نفكر في علمنا لازم نفكر في نفوسنا ذاك الرجل قال للهيدجي الحياة مو كلها علم أكو شي آخر وراء العلم عالم عملاق ضخم يمكن واحد يصير بس نفسه مربات شون قيمة هذا العلم المبدأ والإدراكي شيء والمبدأ النفسي شيء آخر جاء غلام حبشي لاحظوا هذه الروحية وهذه النفسية إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسلم على يديه غلام حبشي ولكن لاحظوا نفسيته لاحظوا روحيته وأضاء نور الإيمان في قلبه ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله بعدما أسلم هل الله تعالى لا يرانا إحنا إذا ندري في غرفتنا غرفتنا أكو كاميرا مخفية بث مباشر في القناة الفضائية كيف نتعامل لمن لأربعة ملايين بشر مثلنا لا يملكون ضرا ولا نفعا ما هي قيمة البشر أمام الله سبحانه وتعالى الله الله محيط بنا يرانا أصلا أحد الأخوة نقل قضية لطيفة أن قل لكم يقول في يوم من الأيام قمت لصلاة الصبح متأخر الذين يقومون متأخرين إذا كانوا في مجمع كانوا يقومون متأخرين لهذا فقط عندما وحدهم عندما الله يشوفهم البلقمت متأخر وركضت ما أدري الشمس طالعة ما طالعة ركضت إلى المغسل وتوضعت وصليت في الصلاة مكسرة اليدين والرجلين كصلواتنا عادة يقول بعدين فكرته يا نفسي إذا كنت أنا مع من أحتشم منه من أصدقائي هل كنت أفعل ذلك لأول الوقت كنت أفعل ثم جاءت في ذهني هذه الآية الكريمة آية عجيبة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله بشير ومبشر وبشر الآية نزلت فيهم راجعوها يستخفون من الناس يحاولون يضمون القضية إحنا إذا سوين شيء يحاولون ضم ولا يستخفون من الله حالة الأدب حالة مؤثرة بعض الأفراد معدبين عدهم حالة الأدب بعض الأفراد ما عدهم هذه الحالة هذه مؤثرة في المعصية هذه الحالة حالة الوفاء مؤثرة في المعصية وعدم المعصية هذا هو المنعم إحنا فد واحد عادي أنعم علينا بنعمة أستاذ تتلمذنا عندنا ثلاثة عوام أربع عوام إلى آخر حياتنا نذكره نترحم عليه نترضى عليه الله اللي يعطاني كل شيء أهون الناظرين علينا حالة الأدب حالة الوفاء حالة الحياء حالة الحب حب الله نحن نفهم حب الله يعني شنو لو مجرد لا حب الله حب الإمام الحسين الآن ما عندي وقت حتى أبين حب الإمام الحسين حب الله حب الله يعني شنو مجرد مفهوم نظري لو حالة وجدانية إدراكية نحن نقول الألم هذا مفهوم نظري الآن إجا في ذهنكم لكن ما هو الفرق بين مفهوم الألم وواقع الألم هناك فرق حب الله حب الله يعني شنو يحبهم ويحبونه يعني شنو يعني مفهوم الحب المفهوم النظري في المنطقة الذهنية الباردة هذا حب الله أو واقع الحب في المنطقة الشعورية الحارة عن النبي الأعظام صلى الله عليه وآله هذه الرواية موجودة في جامع السعادات راجعوها للنراقي إن نبي الله شعيب بكى حتى عميت عيناه هذا عميت شنو معناته ذاك بحث آخر يعني عميت له ضعفة هذا أي شيء يكون معناته ليش يبكي فرد الله عليه بصره ثم بكى نبي الله شعيب حتى عميت عيناه فرد الله عليه بصره إحنا ليش ما نبكي لأن هاي المبادئ مو موجودة عندنا أو موجودة بشكل ضعيف في قلوبنا ونفوسنا ليش إحنا ما نبكي كثير منه الخلل في النفسية ثم بكى حتى عميت عيناه فرد الله عليه بصره فلما كانت الرابع أو ح الله إليه لماذا تبكي ليش تبكي يا شعيب إلى متى يكون هذا أبدا منك إيش قلت بشي إيكن هذا خوفا من النار تخاف من جهنم فقد أجرتك وإيكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك جنة مباحة إليك لماذا تبكي فقال شعيب إلهي أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك جهنم تخوف ولكن مو بكائي خوفا من جهنم ولا شوقا إلى جنتك الجنة يشتاق إليها ولكن بكائي مو شوقا إلى الجنة ولكن عقد حبك على قلبي منعقد إحنا في الحب المجازي العابر إذا تحبون فد واحد إشلون تتبعون الرضا فد عبد المولى قال له ماذا تحب أن تلبس قال ما تحب أنت المولى قال له ماذا تحب أن تأكله قال ما تحب أنت أين تحب أن تنام قال المكان الذي تحبه أنت أنا عبدك ولكن عقد حبك على قلبي فكيف بالحب الحقيقي إحنا الحب المجازي نفتهمه حب الرئاسة نفتهمه حب الشهرة نفتهمه حب المال نفتهمه ونركض طول عمرنا للجاه والرئاسة والمال والأشياء الدنيوية الزائلة الحقيرة كثير منها أين الحب الحقيقي؟ ولكن عقد حبك على قلبي فأوحى الله إليه أما إذا كان هذا هكذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران عشرة أعوام أو ثمانية أعوام نبي من أنبياء أولي العازم وهو موسى بن عمران يخدم نبي الله شعيب الذي عقد حب الله تعالى على قلبه مثل هذا الإنسان اللي عند هذه الدرجة من الإدراك والواعي والعلم لاحظوا الآية وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ لَعَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ صَبَرُوا إِشَارَةِ إلى المبدأ النفسي وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِشَارَةِ إلى المبدأ الإدراكي اليقين مثل هذا الإنسان الذي يحمل هذا الإدراك وهذا الوعي وهذا الشعور من جانب في جانب المبدأ الإدراكي ويحمل مثل هذا الحب لله سبحانه ومثل هذا الوفاء ومثل هذا الخياء ومثل هذا الأدب لا يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى طرفة عين وإحنا في حياتنا أيضا كل ما نتمكن أن نزيد مستوى هذين المبدأين هذه المبادئ استقامتنا في طريق الله يكون أكثر واجتنابنا شَعَّت شُمُوسُ الَّذِي بِاللَّهُ أكثر من كلماتي فأنارتي الأفهم بالآياتي أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات